بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد استخدام بخخة الربو في نهار رمضان هل يجوز للإنسان المريض بمرض الربو أنه يصوم في رمضان وفي أثناء الصيام ده يستخدم بخخة الربو دون أن تؤثر على صيامه في الحقيقة لا استخدام بخخة الربو للإنسان مريض بمرض الربو في نهار رمضان يفطر ويفسد الصوم لأن البخخة دي بتطلع سائل على هيئة أو على صورة رزاز بينزل من الفم إلى البطن وإحنا عارفين أن أي حاجة بتصل إلى المعدة من خلال الفم أو الأنف خلاص بأكده الصيام بيفسد ويجب القضاء بعد ذلك فهنا الإنسان إذا كان يستطيع أنه هو يؤخر استخدام البخخة دي بعد الفطار أو يقدر يستخدمها بس قبل الشروع أو قبل البدء في الصيام يبقى يعمل كده طيب ما يقدرش يستغنى عن البخخة دي في أثناء النهار يبقى يستخدمها وكده الصيام بتاعه فسد وبعد رمضان إن شاء الله لو وقدر إن هو يقضي هذه الأيام يقضيها لكن لو ما قدرش يقضيها والطبيب أو الدكتور أخبره إن هو مش هينفع يصوم في نهار أي يوم تاني ولازم من استخدام البخخة دي يوميا أثناء النهار يبقى ده كده أصبح مريض مرض مزمن وبالتالي ينفع بقى في الحالة دي يطلع الفدية فالإنسان إذا كان الإنسان اللي هو مريض مرض الربو إذا كان المرض ده مستمر معاه ولازم يستخدم البخخة دي كل يوم في النهار يبقى ده بيطلع الفدية عن الأيام اللي افطرها في رمضان لأنه أصبح مريض مرض مزمن أما إذا كانت المسألة دي بس يا مسألة وقتية أو مسألة عرضية معاه وبعد رمضان إن شاء الله ممكن حطه تتحسن ويقدر يصوم يبقى في الحالة دي ما يطلعش فدية وينتظر حتى يتم الشفاء تماما ويقضي هذه الأيام لكن استخدام البخخة في نهار رمضان يفطر لأنه بيخرج من البخخة دي سائل على هيئة رزاز وده يعتبر علاج بيصل من الفم إلى الجوف وكل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد الصيام والله تعالى أعلى وأعلم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر